مرحبا عطيكو العافية رح نشرح بهذا الفيديو الماب بروجيكشن او الري بروجيكشن او تحويل انظمة الاحداثيات للخراط بداية عندي الان هون لي جوردن ماب او خريط الوردن وموجود لهن نظام احداثيات بقدر استطلع عن طريق اضغط على اسمها كليك يمين اعمل بروبرتيز وادخل على السورس من هنا واتأكد نظام الاحداثيات شو اسمه عند الكوردينيات سيستم دبلو جي اس الف وتسعمية واربع وثمانين زون سبعة وثلاثين نهولف هاي النظام الاحداثيات بقدر الان احول لأي نظام احداثيات اخر عن طريق اداة البروجيكشن رح نسكر هاي الشاشة وندخل الان على خيار السيرج ونكتب الان كلمة بروجيكت نعمل الان انتر وبالتالي رح يعطيك الان الادوات التالية تختار ثاني اداة لبروجيكت داتا مانجمنت تعمل على كبسة واحدة لان رح افتح لك اداة لبروجيكت بتدخل الان لاير الانبوت لجوردان ماب لحظة طاق هون الانبوت كوردينيات سيستم دبلو جي اس زون سبعة وثلاثين نورث من اليو تي ام الاوتبوت داتا سيت رح يخزلني اياها بهذا المكان بقدر اغيره عن طريق اضغط على هذا الملف واغير منطقة التخزين اللي انا بديها نظام الحداثيات حيث احول بيقدر اعمل سيرج هون عاسم نظام الحداثيات بحيث يحول لي له او بقدر اختار من ال فوريت او جيوغرافيكت او البروجيكتد كوردينيات سيستمز بحسب الظاهر بالبرنامج على سبيل المثال بدي اختار احول نظام جوردان جي تي ام واعمل انا اوكي واعمل انا كام مرة اوكي والان رح اقوم بتحويل الخريطة لنظام جوردان جي تي ام لاحظوا الان تمت عملية لبروجيكشن وضاف لي عندي الخريطة الجديدة لو جوردان جي تي ام وبالتالي أصبح الآن نظام الأحداثيات جوردان جي تي ام بدل ما كان يو تي ام زون سبعة وثلاثين نور بنفس الطريقة بتقدر تحول لأي نظام أحداثيات آخر عن طريق أداة إذا كان الخريطة ما إلها أي نظام أحداثيات أو كانت عندك راستر ما إله نظام أحداثيات أصلا فأنت الآن راح تعمل على يمية البروجيكشن العملية التي عمناها سابقة اللي اسمها الري بروجيكشن انه عندك نظام أحداثيات بتحول لأي نظام آخر هاي ري بروجيكشن إعادة إسقاط أما إذا ما كان فيه نظام أحداثيات من الأساس وبدك تحدد نظام الأحداثيات بسمي عملية بروجيكشن عملت البروجيكشن اللي هي بنفس نعمل بروجيكشن نختار الآن ديفاين بروجيكشن من الداة منجمنت لأداة هاي ديفاين بروجيكشن وبالتالي هون بتحدد الانبوت داتا سيت مثلا اللي عندك وبتحدد شو الكوردينيات سيستم اللي بدك اياه خلينا نفترض الان انبوت داتا سيت لجوردان ماب بالتالي هون اعطانا عليها اشارة تحذير انه هاي الخريطة اللي ها نظام إحداثيات لكن لو ما كان لها نظام إحداثيات تقدر الان تعمل على هون السيليكشن وتختار نظام الإحداثيات اللي بدك اياه والآن بيقوم البرنامج بتعريف نظام الإحداثيات لهاي الخريطة بحسب النظام اللي اخترته هون بعد ما تعمل اوكي بتم العملية وبحرف لك نظام الإحداثيات بشكل كامل هاي في حال ما كان عندك نظام إحداثيات من الاصل بتستعمل define projection لكن لو كان عندك نظام إحداثيات تحب بتحول لأي نظام آخر بتستعمل نظام project data management وبتحول لأي نظام بدكية هيك ممكننا هنا شرح تحويل أنظمة الإحداثيات للخرائط يعطيكو الف عافية